اهلا بحضراتكم مشاهدينا في فقرة جديدة من برنامج العيادة ناس كتير بتعاني من الوزن الزايد وزادت الفترة الأخيرة طبعا عمليات مختلفة زي التكميم وزي عمليات كتيرة جدا بتساعد بشكل مذهل في نزول الوزن النهاردة نتعرف مع حضراتكم على كثير من التفاصيل والناس كمان اللي بتعمل عمليات التكميم دي أو تحويل مصار أو غيرها من العمليات لكن بيحصل فشل للعملية طب هل ليه علاج هل ممكن الشخص اللي طلب اللجوء لهذه العملية ممكن يكون في ليه بدائل تانية أو ممكن يكون ليه تصحيح تاني لهذه العملية هنعرف تفاصيل أكتر النهاردة مع دكتور كريم صبري أستاذ دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس ومدير وحدة جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بالقاهرة وأيضا عضو كلية الجراحين الأمريكية وخاصل على أعلى تصنيف جودة في مجال جراحات السمنة أهلا بك دكتور أهلا وسهلا أهلا بحضرتك بالتأكيد الجراحات السمنة والتكميم بالتحديد من الجراحات اللي زادت كتير جدا في الفترة الأخيرة وليها نسب نجاح عالية جدا جدا وجابة نتائج مذهلة في الحقيقة خاصة في الناس اللي وزنهم كبير واللي عملوا حاجات كتير قوي عشان يخسوا التكميم عمليات نكحة جدا لكن بيحصل بعض الحاجات القليلة اللي بيبقى فيها فشل نبدأ الأول إيه موضوع التكميم وبعد كده نصل إلى الفشل في البداية سمعيني لناحية حضرتك وكل السادة المشاهدين الحقيقة طبعا عمليات تكميم ما ده من العمليات اللي هي الهدف منها انقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة زي السكر والضغط والكوليسترول الزائد المرضي مشاكل المفاصل يعني صعوبة التنافس السناء النوم الأخباط الدور الهرمونية عند البنات كل الأسباب السمنة يعني هي دي بعض الحاجات اللي هي بتتعالج مع انقاص الوزن عملية التكميم هي عملية بسيطة خالص يعني دي من أفسط أنواع جراحات السمنة اللي بتتعمل بتعمل بالمنزار فتحات سوائرة كده في البطن بالمنزار بتعمل في خلال نصف ساعة إقامة 12 ساعة في المستشفة بتخرج تاني يوم تؤدي نشاطك طبيعي بعد يوم أو يومين من إجراء العملية بتتعمل دلوقتي بالرغوط الجراحي مش بس بالمنزار برضو من نفس فتحات سوائرة يعني في الناس اللي هي أوزنها أزيت شوية يعني الروبوت ده وخصص للأوزان الأكتر الحقيقة نحن نستطيع أن نعمله في كل الأوزان بس هي تكاليفه أعلى شوية من تكاليف المنزار فإحنا يعني بنحاول نحن نقليل للحاجات الأصعب فيبقى يعني مش مكلف بسيادة يعني لكن هو أنا هتمنى طبعا أن عملات السمنة كلها تبرا بالرغوط يعني ما فيش أحسن من جده يعني ده حاجة يعني جميلة الجهاز بساعتنا فيها جدا بيتم استقصال جزء من الماء ده طبعا مع التكميم ومن باقي الجزء صغير بناكل فيه ونشبع فيه وبالتالي بيحافظ على أزننا على مدى جبايد لكن الحقيقة طبعا ربما ما تمشيش الأمور بصورة ثالثة وربما يكون فيه مشاكل بعد العملية تستدعي أن أنت تدخل تصلح العملية دي مرة تانية ربما يكون زي مثلا واحد عمل عملية تكميم وحصل له ارتجاع شديد في المريء ببقى غالبا يعنده ديء في المعدة في نهاية المعدة أو عنده فتق في الحجاب الحاجز يعني المعدة نفسها طلعت من مكانها لفوق بسبب وجود ديء في المعدة أو التواء في المعدة وده بيستدعي أن هو يدخل مرة تانية يصلح الفاتئ ده عشان الحموضة مش حاجة طبيعية ما بعد العملية طب ده بيبقى خطأ يعني في العملية دكتور حياتك بتقول أن التكميم هو استقصال جزء من المعدة المعدة حجمها كبير جدا بنشيل جزء منها قدر المستطاع اللي الدكتور بيحدده على حسب نسبة الجسم إيه علاقة بقى أنه ممكن يعمل سد في المعدة وما إلى ذلك يعني دي من مضاعفات العملية العادية بس طبعا الخبرة الكافية يعني بتقلل من حدوث ده بصورة كبيرة جدا الجراح المحترف طبعا بتبقى المضاعفات دي أقل بكتير جدا من وجودها في أماكن تانية لكن طبعا ربما يكون الفاتح الحجاب الحاجز ده فاتح الحجاب الحاجز ده لم يتم إصلاحه أصلا يعني هو داخل عينة أصلا عنده فاتح حجاب الحاجز ولم يتم تشخيصه من الأصل وبعد كده بعد شهرين ثلاثة أربعة بتالي عينة يشتكي من أعراض حمودة زي ده عشان كده أنا أنصح أنصح يعني اللي عنده قدرة أنه ينفس ده أنه يعمل منظار معده كل الناس اللي هي قبل الجراحات السمنة لو تقدر أنها تعمل منظار معده تشخيصي ما قبل العملية أنا شايف أن ده هيغير قرار العملية وهيديك نسبة أمان أعلى ويشخاص لك الأمور بتاعت المعدة وخصوصا بقى في عملية الإعادة يعني أنا لما بقى عمل عملية إعادة أنت ما تدخلش من غير حاجتين لازم تعمل منظار معده تشخيصي ولازم تعمل أشعة بالسامعة سلسية الأبعاد أن أنت تستبعد بيها وجود فاتح في الحجاب الحاجز أو ديء في المعدة زي اللي بيبقى موجود أرجع بقى للمقطة الحاجز بتسألين عليها أنه هل ده هيبقى خطأ طيب يعني؟ لا عادي ده موجود ربما يكون الإنسان ما عندهش حاجة خالص وعمل عملية جميلة جدا وعملية تكميم حلوة جدا وحصل التساقات ما بين الكابد والمعدة بتتني المعدة كده وخصوصا في ساعات بيحصل مع تحفو المصارب ده وده العين بيشتكي تعمل منظار تلاقيه سليم عشان مقطعية العين سليم ولان لسه بتري يشتكي صحيح ادخل بقى بالمنظار البياجونستيك لابروسكوبي أو منظار تشخيصي تلاقيه فيه شوية للسقات فكوم يرجع العين طب هو الجراحية يعمل بيقول السقات ما فيش لكن بقى فيه حاجات تبقى واضحة الحقيقة يعني دي في المعدة بزيادة ما ده معناها قصة مش مظبوطة أو التواق في المعدة ما دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتحصل محتاج الخبرة الجراحية الكافية لتفادي ده بتتلم عن نسب دلوقتي زايدت بشكل كبير جدا كل الناس اللي عندها سمنة حتى لوزناها زايد بنسب إلى حد ما مش كبيرة بس طبعا بيبقى فيه نسب محددة الدكتور بيوفق عليها أن هو يعمل العملية بتحصل الغلطات دي أو المشاكل دي بنسب قد إيه نسبة من 1% لتلاتة في المية طب لا تذكر يعني تذكر طبعا لكن دي موجودة وطالما الحلول الجراحية الكافية موجودة موجودة لا احنا نشوف عدد جراحات بنصلحه عدد كبير يعني أنا بشتغل 40% من حالاتي عمليات إصلاح يعني أنا يمكن معظم حالاتي هي عمليات إعادة إصلاح لتكميم المعدة إعادة إصلاح لتحويل المسار واحد عمل عملية تدبيس قديمة بيرجع ما هيروح فين بيصلح له العملية إما بلغيها أو بعمله تحويل مصار معدى كلاسيكي أو مصار في بعض الناس اللي ما تنفعش كتير أو تحويل مصار معدى المصار ممكننا بعمله حلقة عن إصلاح فشل تدبيس المعدة عملية تكميم المعدة اللي هو موضوع النهاردة فيه حاجات كتيرة يعني عملية تكميم المعدة السليم بقى يمكننا تكلمنا على الناس اللي حصل لهم ارتجاع شديد في المريء يعمل له منزار وعمل أشعار مقطعية هتلاقي حاجة من اتنين يعنده فاتئ في الحجاب الحاجز فاتئ في الحجاب الحاجز المعدة طلعت فوق مكانة فالعصارة اللي بتاعة المعدة بتطلع في المريء وبتأثر عليه بالسلم فاتصل إلى بعض الناس اللي الخلايا نفسها بتتغير فأنصح كل الناس اللي عندهم ارتجاع شديد في المريء ما بعد عملية التكميم افحص نفسك واعمل منزار واعمل أشعار مقطعية سوريسية الأبعاد عشان مش من الطبيعة ان انت تعيش على ارتجاع شديد في المريء مدى الحياة وبصلا ده ممكن يغير خلايا المريء إلى خلايا بتعمل مشاكل في المستقبل انا يعني مش عايز اقل الناس النمر التاني طب انا اصلح ازاي يعني لو كانت المعدة سليمة ما فيهاش دي وما فيهاش التواق ممكن نصلح فاتئ الحجاب الحاجز رغم ان الامحاس ما بتساعدش في ده لكن ربما يكون حل في سننا سوية واحدة عنده عشرين سنة خمسة وعشرين سنة مش عايز يعمل تحول المصار فاحنا يمكن قدمنا بحث في المؤتمر في المؤتمرات الأخيرة بتاعتنا بتاعت الجماعة المصرية اللي جرحت السمنا على الطرق المختلفة اللي احنا بنعالج بيها فاتئ الحجاب الحاجز والارتجاع ما بعد عمليات التكميم واسمنا العينين عملنا عمليات اللي احنا نحافظ على المعدة اللي هي التكميم لان في بعض الفيات العمرية صغيرين صغيرين لكن انت عشان تعمل عملية نهائية لفاتئ الحجاب الحاجز ولو عندك ديء بقى في المعدة انت منطر ان انت تعمل عملية تحول المصار المعدة الكلاسيكي مش المصار يعني ممكن نصلح التكميم بتحويل المصار بتحويلها لتحويل المصار المعدة كلاسيكي والحقيقة في بعض الناس يمكن انا بأتكلم الفئة بقى اللي عملت التكميم هم عارفين معنى الكلام اللي بأقوله عند ارتجاع الشديد في المري عملت منظار او عملت اشعار مقطعية لقيت عندي فاتف الحجاب الحاجز لو كان عندك ديء في المعدة او التواف المعدة او الخلاية متغيرها في المري لازم تعمل تحويل مصار المعدة كلاسيكي حيانا عارف الكلام صعب شوية بس الناس عارفين اللي عملت عملية التكميم كده معناها لو في اي حاجة اعرض من الحضرتك قلتو ده معنا كده ان العملية فشلت بالزبط كده لازم تحصل طيب الشخص حياته كانت مختلفة تماما وعمل عملية صغر معدته حياته بتختلف للجهة الاخرى الاعداد يعني لهذه العملية والتفاصيل اللي ما بتحدث بعد العملية نظام الاكل قد يحدث يعني ارتجاع باي شكل من الاشكال بس ما يصلش لمرحلة المشكلة الكبيرة لخضرتك بتقول عليها ازاي شخص يعرف يفرع ويعد نفسه كمان لهذه الجراحة الدقيقة نقطة مهمة جدا حاجة تيها انه فترة ما بعد العملية ربما يكون فيه شوية ارتجاع في الفترة الاولى مقابلين لكن ما يستمرش عليهم مش اي اكل يأكلوا يرجعوا مش اي حاجة يشربها يرجعها دي حاجة الترجيع هو حاجة مش اساسية في عملات السمنة يعني احنا ما نعتبرش ده وده بوصل كل الناس اللي عملت تكميم ما نوصلش على الارتجاع الشديد في المريك اه او صعوبة الاكل هي جزء من العملية لا ده يعتبر جزء مرضي محتاج يتعالج ويمكن بعيدا عن الناس اللي هم عملوا عملات السمنة عندهم مشاكل فيها فيه ناس بتعمل عملية جميلة جدا 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 وبعد كده نزل وزنه وزنه رجع تاني الموضوع يعتبر فشل برضه يعني ده محتاج على اصلاحه طب ليه بقيته؟ ليه؟ بيحصل حاجات انه ربما العملية ما تكونش معقولة اصلا من الاصل كويس يعني هتلاقي قبة المعدة ما ده في الناس اللي خسد ده وضع تاني يعني انا راجل دلوقتي عندي وزن زيت وعملت عملية تكميم انا ما خسدش كويس ما خسدش كويس وباكل بصورة يمكن اشبه للطبيعي يبقى انت المعدة دي ما تقصدش كويس اصلاحها سهل بقى ان انت تعمل عملية تكميم بقى جديدة يعني كأنك ما عملتش بقى عملية لو عملت اشعاعات هتلاقي قبة المعدة واسعة واتلاقي المعدة مش مقصوصة بالاصل كويس طيب العين اللي حاجة بتتكلم عليه بقى اللي هو انا عملت عملية تكميم وخسيت بمعنى العملية كانت مقصوصة كويس كويس ورجعت تاني زيت في الوزن عوامل كتيرة جدا 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 عملية التكميم احنا طبعا لازم لها صيانة ولازم لها يعني جيد لاينز ولازم لها بروتوكول للتعامل معها في طريقة الاكل او طريقة اللي انت تحافظ على وزنك في المستقبل تعمل العملية وتاخد تعليمات اللي هي الكافية اللي هي تساعدك في عدم رجوع الوزن يعني ها في بعض الفئات من الناس احنا مش بنحملهم كلهم المسؤولية طبعا لانه هتكلم على جزء تاني مالوش علاقة بالانسان خالص يعني انه ابتدى يعتبر ان العملية دي كمبيوتر في البطن خلاص هو هيفرر ما بين الاكل اللي زود زي سكريات وشوكورتات وايس كريم والمعجنات وهيختاره وهيسيبني وهيقال للمسوس ده وهيزود المسوس ده ما بحصلش مع تكميم يحصل مع تحويل المسار تساعد شوية تقليل كمية بتقلل خالص الرغبة في السكريات والحلويات بالزبط كده طيب انا زيت في الوزن وبعد عملية التكميم لعدم اكتراسي بكمية السكريات اللي انا باكلها او انا ما عرفتش قدية استهلك او ما عنديش يعني رعاية المعرفة الكافية معرفة الكافية بده فبالتالي بنصل الى الحياة في دلوقتي بعض الادوية ايوه الطبية معانا يعني في تيم التغذية العليجية ده كدر ببعارفين بعض الادوية اللي هي ممكن تساعد في ان هي تقلل الوزن ما بعد عملية التكميم وعملية تحويل المسار الوزن اللي زيت تقلله تقلل تاني عامل مساعد عامل مساعد تساعده شوية ده اذا كان عنده انية الكافية طبعا انا خلاص وزني فلت بقى خلاص رجع لانا كنت 130 كيلو 160 كيلو انا نزلت 80 كيلو ووصلت 160 كيلو طيب ارحم حضرتك بقى مهم جدا نظام التغذية بعد العملية ومهم جدا ان الدكتور بيكتب بعض الفيتامينز اللي الجسم بيفتقدها بعد العملية وده شيء طبيعي لابد من اتباع نظام صحي محدد ايه تفاصيله بقى؟ التفاصيل ان احنا يعني دي حاجات من ضمن البرتوكول بتاع العملية يعني بيبقى فيه حد من التغذية العلاجية موجود في تيم الجراحة يعني احنا مش شاطرين او في التغذية العلاجية كجراحة يعني فلازم يبقى فيه حد مكمل لده انه هو حياته كلها في التغذية العلاجية عارف قد ايه من الاكل احنا محتاجينه نوعية اكل معينة انت بتخص عضلات ولا بتفسدهون ولا بتخص بصورة كافية ولا بتخصش اصلا وهل انت في احتياج لبعض الفيتامينز طب جرعتها ايه طب هتاخد قد ايه لازم يبقى فيه في كل طاقم جراحي يبقى فيه حد تغذية في كل العيادات والحقيقة لازم يبقى فيه متابعة على الاقل ست مرات فاقول ست شهور كل شهر كده يبقى فيه زيارة لدكتور التغذية بيبقى يدي شوية تعلمات للتغذية العلاجية بحيث ان احنا احنا ماشيين فيه رجل دكتور للعملية يعني كل شهر دلوقتي نزل من قدر كذا لكذا لو كده نبتزي نقلق طبعا طبعا احنا يعني خلينا نقول ان كل الناس تقريبا متفقد 10% من وزنها الزيت في اول شهر يعني مثلا ما بيقلش يعني يعني 10 كيلو في متوسط الاوزان طيب انا واحد وزني 200 كيلو هل 10 كيلو هايبقوا كافين في اول شهر لا طبعا انت عايزك تنزل لك 15 كيلو لما كانش 20 كيلو لان مخزون الوزن كتير طب واحد ده وزنها 90 كيلو على طول 150 كيلو على طول 150 سنت متاعها قليل فكمية المخزون من الوزن الزائد بينزل بصورة اكبر كل شهر شهر الاولاني خلصتوا عشان فيه شوية سوال وشوية تغذية وكده بتنزل وزن اكتر بعد كده تقريبا بتنزل كل شهر من 17 كيلو في متوسط الاوزان 60% من الوزن الزائد بينزل في اول 6 شهور وما تبقى من الوزن خلال 18 شهر الاولى ما بعد العملية يعني بتنزل لحد سنة ونص سنتين يعني بتبقى تبقى وتنزل في الوزن لكن في بعض العوامل اللي ممكن تنزل الوزنة اكتر يعني واحد رياضي مختلف عن واحد ما يمارس رياضة خالص الرجالة بتنزل اكتر شوية اللي هم حركتهم از ياد من السيدات اللي عملت العملية وقاعدت في البيت ما بتتحركش خالص السن الصغير ينزل اكتر من واحد عنه 60 سنة الناس اللي عندهم ضعف في الغدة الدراقية او ما بياخدوش علاج الغدة الدراقية عندهم نص الغدة الدراقية نزول الوزن وهم اقل فيه ادوية الاكتئاب ادوية النفسية بيتقلل نزول الوزن وبتزود الوزن اصلاً ما بعد العملية ففيه مبين الناس كتير اخر حاجة بقى ان انا عايز اخس يعني انا اعتبر النص العملية دي على الجراح اللي عملك عمليا احترافية وانت اشعائت وانت لازم برضو يبقى انت مريض محترف او انت من الناس اللي عملت ده عندك رغبة عندك رغبة وانا اعمل اعمل عملية تكميم عشان اعمل نظام مغذائي ايوا لازم تعمل كده هو ده المرض هو ده مرض مزمن شديد الخطورة وعلى فكرة ده انت ممكن تعمل عملية وتفشل وترجع تعمل عملية وتفشل وتعمل عملية احنا مش بنحبط الناس حتى يبقاش عندك حلول احنا مش بنحبط الناس بس انا عايز اظهر مدى خطورة مرض سمنة هو مرض مزمن شديد الخطورة لأن برضو عايزة أقول لنقطة أنه إحنا بنسيب كل الجينات والهرمونات وبحصل حاجة تانية أنا إنسان منتظر أنا جراح احترافي عملت عمليات كويسة وأنا مريض احترافي أنا اتبعت التعليمات وزدت في الوزن في حاجة اسمها هرمون الادبتيشن وجات عند بعض الناس تعال أعمل تحويل مصار واستبعت 2 متر بعد شوية بتلاقي الـ 4 متر اللي بقيين مع واضين الـ 2 متر الانفصاص بتاعهم الفلاي بتجبر بتطول أكتر قدرتها على الانفصاص بتزيد وتحصل حاجة اسمها جات أدابتيشن الهرمونات بتعود نفسها أنت بتعامل مع فيسيولوجية معقدة جدا 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 قادرة على إعادة توازن مرة تانية فعايزة برضو في نفس الوقت زي ما الجسم زاكي جدا وممكن يغير هرمونات وزود امتصاصه أنت كمان لازم تبقى عارف يبقى عندك كنترول لنفسك عارف أنا زيت النهار ده أرجع للدكتور أراجع نفسي الهرمونات بتزودني على أني أدفع الشاي بتاعتي أن أنا أكل أكتر وأزود عادة الوجبات أرجع بقى للتغذية العاجية يعني خليك برضو احترافي لأن الجسم برضو زكي في السروجية معقدة طبعا عملية التكميم من أكتر العمليات دلوقتي اللي بقت بتعمل فرق رهيب جدا جدا لو أنت طبعا عندك سمنة مفرطة أو مراحل من السمنة المختايفة بقت من أسهل الجراحات دلوقتي اللي تقدر تعتمد عليها بشكل كبير بتنزل وزن بنسبة كبيرة جدا في مدة قصيرة جدا لكن لازم من اتباع نظام يذائي متزن علشان تقدر تحقق النتيجة بتاعتك بتخسرش وقتك ومجهودك ألفونسي بشكرك جدا نورتنا شكرا جزيلا أستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس ومدير وحدة جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بالقاهرة وعضو كلية الجراحين الأمريكية وحاصل على أعلى تصنيف جودة في مجال جراحات السمنة نورتنا وأسعدتنا في العيادة شكرا جزيلا كل شكرا حضراتكم مشاهدين على المتابعة للعيادة إن شاء الله دايما معكم بكل جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام تحية طيبة طبية لكم أينما كنتم في برنامج العيادة على قناة الحياة هنتكلم النهاردة عن مشكلة ربما بتواجه بعض الرجال العقم عند الرجال إيه هو العقم عند الرجال اللي بيحصل اللي ربما يكون ما فيش أي من الزوجين بيستخدم موانع للحمل وممكن تبقى الحياة بينهم بتسير بشكل طبيعي جدا وكتير من حالات العقم عند الرجال بتبقى مش بس فيه سبب واحد للعقم وإنما ممكن يكون فيه عدة أسباب وبالتالي بيبقى فيه زيارات كتيرة للطبيب استشارات كتيرة اختبارات كتيرة بتتم لمعرفة السبب الحقيقي للعقم واللي أحيانا في بعض الحالات ما بيتعرفش أسبابه الحقيقية لكن إحنا فقرتنا دي هنعرف إن شاء الله ونتكلم أكتر عن العقم عند الرجال مع دكتور خالد سالم أستاذ جراحة الزكورة هو العقم بمركز مصر للذكورة أهلا بك يا دكتور يا أهلا بك خلينا الأول نعرف يعني إيه العقم عند الرجال يعني إيه راجل يبقى عقيم دلوقتي تعبير العقم ده تعبيرك واسع يعني بيشمل حاجات كتير يعني إنما باختصار كل اتنين اتجاوزوا ممكن جدا تسعين في المئة منهم هيحصل لهم حمل في خلال سنة عشرة في المئة بس هم اللي مش هحصل لهم حمل في خلال سنة يعني الحملة هتأخر عن سنة يعني ممكن بعد سنة ونص سنتين إلى آخر الراجل مسؤول عن خمسين في المئة من دول عظيم والست مسؤول عن خمسين في المئة من دول طبعا ممكن جدا يبقى فيه عمل مشترك يعني الست عندها مشكلة والراجل عندها مشكلة لكن أنا بتكلم الست بنسبة 50% هي المسؤولة والراجل بنسبة 50% هو المسؤول كويس أن حضرتك وضحت النقطة دية لأنه فيه دايماً بيبقى ظلم للمرأة أنه سبب العقم أو عدم الخلفة بيبقى من ناحية تهية فكويس أن حالك قلت 50-50 يعني لا دي حقيقة يعني بالعكس ده أنا يعني يعني مهية مش مفاجأة لأن الكلام ده بقى له فترة بيتقال في الأوساط الطبية أن نسبة الرجالة بتزيد دلوقتي عن نسبة ستات يعني نسبة لأن عقم الرجال بيتزيد بسبب ملوسات تاني يعني دلوقتي التلوس البيئي يؤثر على الرجالة ولا على الستات لا يؤثر على الرجالة يعني عوادم السيارات والكلام ده كله ليه؟ لأن الست المبيض عندها مجرد مخزن للبويضات يعني البنت وهي في بطن مامتها في بطن الأم يعني بيكون المبيض وبيكون عدد معين من البيض جواه ولذلك حتى دايما نقول إيه؟ فيه مخزون التبويض عند الست يبقى المخزون ده مثلا فيه ميت بويضة الميت بويضة دول لما يخلصوا مفيش غيرهم يعني الجسم مش هيصنع غيرهم هو بيصنعهم بس وقت ما كانت هي جنين في بطن الأم الخصية بقى عبارة عن ماشين ما كانت بتنتج كل دقة قلب مئة ألف حيوان يعني رقم ضخم جدا فالماكنة العالية جدا والسريعة ديت من السهل جدا أنها تعتقد لدرجة حررتها لو ارتفعت تتأثر بالسلب الملوسات البيئية تأثر بالسلب بتحتاج لمعامل لمستوى عالي جدا من الهرمونات فلو انخفض أو اتضرر بسبب الملوسات حيحصل برضو نفس القصة المخصبات الزراعية أو الموبادات الحشرية أو كلام ده كلاته لو جدت في الأكل برضو لها تأثير سلبي قوي فإذا الراجل هو اللي نسبته بتتزايد وعلى مستوى العالم يعني ده مش خاص بمصر يعني مش بول الكلام بخاص بمصر على مستوى العالم كله الخصوبة بتاعت الرجال بتتناقص يعني في بداية شغلي مثلا وانا نايب يعني الكلام ده من فوق التلاتين سنة كان منظمة الصحة العالمية بتقول ان السال منو الطبيعي فيه من ستين لمية وعشرين مليون النهاردة منظمة الصحة العالمية بتقول انه هو خمساشر مليون طبيعي يعني احنا نزلنا من مية وعشرين لخمس ده أقل من ايه من نصف مربع لا كتير يعني حوالي نزلنا تسعين في المية طيب انتو بتشخصوه ازاي ازاي تعرفوا تقولوا انه المريض ده انت عندك عقم احنا دلوقتي لو فردنا ان فيه زوكين ما حصلش عندهم حمل في خلال ست شهور يعني احنا بنبدأ دلوقتي الاول كنا بنقول سنة لا دلوقتي بنقول ست شهور لسبب بسيط جدا لان الامور اختلفت اولا ارتفاع سن الزواج يعني النهاردة انا ما اقدرش اغامر بسن الزوجة لان دلوقتي يعني كان زمان الزوجة يعني بداية الزواج بالنسبة لبنات كان بيبقى تسعتاشر وعشرين سنة دلوقتي ارتفع يعني احنا بنتكلم يعني في قرب التلاتينات فإذا الفترة او الويندو او النافذة اللي ست ممكن تحمل فيها بقت محدودة بقت اقصر كتير فانا لو استنيت سنة يعني انا بحرق برسك كده اه بالضبط كده فبازا احنا بنتدأ دلوقتي ست شهور بنطلب تحليل سائل ملوي لو تحليل سائل ملوي في مشكلة يبقى على طول لازم المريض يتوجه او بلاش اقول المريض يعني الشخص لازم يتوجه الى طبيب امراض ذكورة على اساس ان هو يشخص المشكلة هيقدي بينا الى ايه ما هي اشكال العقم بالنسبة للرجال ممكن جدا يبقى السائل ملوي في نقص في عدد الحيوانات ممكن يبقى فيه ضعفة في الحركة الحركة الاجمالية يعني كم في المية من الحيوانات بيتحرك والحركة النوعية هي اللي هي الدرجة الاولى والدرجة التانية والدرجة التالتة يعني عشان نفهمها انا حقول مثلا عندي عشرة بيتحركوا منهم خمسة بيجروا يبقى ده الدرجة الاولى ومنهم تلاتة بيمشوا دي الدرجة التانية ومنهم اتنين بيصحفوا يبقى ده الدرجة التالتة ده المقصود بالحركة النوعية يبقى إذا ممكن تبقى الحركة الإجمالية كويسة لكن الحركة النوعية وحشة الدرجة الأولى صفر يعني كتير من العينين أو نسبة لا بأس بها من العينين ممكن جدا يبقى عنده الحركة الإجمالية 50 أو 60% لكن نيجي نلاقي الحركة الدرجة الأولى والدرجة الثانية 0 وكل الحركة اللي هي الحركة الضعيفة ده مهم جدا لأن الحركة بتفرق في قدرة الرجل على الإنجاب أه طبعا لأنه هو الحيوان المنوي عليه أنه هو يمشي يروح للبيضة مش البيضة اللي حتيجي للإيه للحيوان لأن البيضة ما فيش فيها ما بتتحركش إنما الحيوان المنوي هو اللي هو ديل وهو اللي بتحرك فعايزين لتخيل عربية ضعيفة مش هتقدر تطع مسافة طويلة عشان إيه توصل لنهاية المشور ده يوضح أهمية الحركة الأمامية دي مهمة قد إيه ده بالنسبة للحركة في عندنا زيادة في التشوهات يعني ممكن جدا تبقى الحيوانات المنوية نسبة تشوه فيها علي جدا كل دي عوامل تقول يعني مؤشرات على إن السائل المنوي ده ما هواش كويس في برضو في النقطة دي دكتور يعني يمكن أعرف أنه في أجسام مضادة بتحارب الحيوانات المنوية صح ده بيفرز جسم البني آدم نفس؟ الأجسام المضادة لها دور وكل حاجة لكن دورها محدود للغاية ده هنا يوصلنا أو يطرح سؤال نسب هذه العوامل قد إيه صحيح فإذن أنا النهاردة عندي من ضمن الأسباب اللي تؤدي إلى عقم الرجال يعني الأسباب والكلام ده على فكرة يعني درسات متفقة عليها على مستوى العالم عندنا أكبر سبب وأهم سبب بيؤدي إلى العقم هو دول الخصيتين ده مسؤول في العقم الأولي يعني يعني عقم أولي من 40% ل50% خلاص في عندي السبب اللي بعديه الاختلالات الهرمونية يعني يبقى عنده هرمون الزكورة ناقص عنده هرمون اللبن عالي عنده هرمون الأونوسة عالي كل دي اختلالات هرمونية أحيانا بيبقى أكتر من هرمون فيهم مشكلة الأسباب اللي بعد كده ممكن يبقى فيه خلل جيني ممكن يبقى فيه خلل في الكروموسومات ممكن يبقى فيه عنده إنسدات في قناة القسم يعني فيه أسباب متعددة لكن أنا حبيت أوضح أكبر سببين وأهم سببين للعقم عند الرجالة دوال خاصتين في العقم الأولي من 40% ل50% وفي العقم السنوي 80% حوضح أنا أول عقم أول عقم سنوي السبب الثاني المهم اللي بعديه اللي هو الخلل الهرموني يبقى إذن أنا أول حاجة لازم أبص عليها بالنسبة للمريد اللي عنده مشكلة في الساق المنوي لازم أبص على الاثنين دول خلاص الالتهابات بيتيجي في المقام الثالث يعني ممكن جدا يبقى مريض عنده الالتهابات تؤدي إلى خلف هو طبعا يرتفع نسبة الصديد في الساق المنوي حتبوزها الحيوانات يعني ممكن تموتها كمان لأن الصديد ده عام زي يعني هنعتبره مجازا كأنه سم يعني فالالتهابات لها مشاكل أو لها مشاكل فبتأثر بالسلب على الإنجاب العكم الأولي يقصد به اللي هو الشخص من ساعة ما تجوز مش قادر يخلف لحد دلوقتي حد دلوقتي اللي هو سنة سنتين ثلاثة أربعة أيا كان خلاص أيا كانت المد العكم السنوي يعني هو أنجب مرة أو مرتين أو ثلاثة بس مش قادر يخلف تاني يعني ممكن جدا واحد يتجوز واحدة وخلف بعد سنة بقى عندهم بيبي أو بعد سنتين مثلا بقى عندهم بيبي ثم بعد ذلك حاولت الست تحمل تاني ما عرفتش تحمل بنسبة 80% بنسبة 80% الراجل ده عنده دوالي يعني أنا كل واحد جاه قال لي أنا خلفته قبل كده أنا من غير ما فكر أنا عامل حسابي إنه بنسبة كبيرة جدا حيط له عنده دوالي ويمكن علاجها يا دكتور ولا لا الدوالي طبعا بتتعالج ولكن عشان بس أوضح النقطة الدوالي علاجها عملية مش علاج مفيش حاجة اسمها دوال لعلاج الدوالي يبقى إذن العخم الأولي اللي هو من البداية ما قدرش ينجب وطبعا إحنا بنقول العخم الأولي خاص بالرجالة يعني يعني مش كل اتنين ما خلفوش أقول لا الراجل عنده دوالي لا طبعا لازم يكون الراجل هو السبب يعني إيه الراجل هو السبب يعني تحليل السائل منه وبتاعه فيه مشكلة خلاص كده يبقى كل راجل متزوج بقاله سنة أو ست شهور والسائل منه وبتاعه فيه مشكلة لو هو عخم أولي بنسبة 40% لـ 50% عنده دوالي لو عخم السنوي يعني أخلف قبل كده بنسبة 80% عنده دوالي ده بالنسبة لإيه للتشخيص أو بتعرفه للأسباب الرئيسية أو نسبة حدوثها وبالتبعية اهتمامي حنصب على الأسباب دي بالترتيب ده يعني أنا مثلا أبدأ أطلب تحليل مثلا لأجسام المضادة إمتى لو أنا لقيت أن الأسباب الرئيسية الكبار دول سلام يعني مفهمش حاجة يبقى ساعتها أبدأ أبص على الأسباب التانية يعني فيه أحياناً بيبقى فيه زيادة في المواد المؤكسدة زيادة في نسبة المواد المؤكسدة ساعتها آه ممكن جداً لها تحليل ساعتها ممكن نطلبه بس مش هطلب الكلام ده إلا بعد ما استوفي الأسباب الكبيرة يعني عندي حاجات مهمة وحاجات أقل إيه أهمية طيب يا دكتور إمتى بيتم طلب فحص الزوجة بالتزامن هو دايماً الآليات بتمشي زي دايماً الزوجة بتبقى هي اللي الآن هي اللي بتروح للدكتور النسا فهو الدكتور النسا هو يعني لا يعني من غير ما تفكري كده هي بتبقى بعد شهر أو شهرين بتلاقيها ده إزلا ما يكون من تاني أسبوع يعني ده بالنسبة للزوجة لكن إحنا دايماً المشكلة بتحصل إن الزوجة أما بتروح للدكتور النسا ممكن جداً دكتور النسا قاعد يدخلها في قصص طويلة وهي لسه وهم مش واخدين بالهم إن الزوج هو المسؤول فهو المفروض طالما إنه هيبدأوا المفروض الاتنين يبدأوا في نفس الوقت الزوجة راحت له دكتور النسا الزوج يعمل تحليل سالمانوي وروح به لدكتور أمراض زكورة يشوفه عندك مشكلة طالماً الاحتمالية 50-50 يعني الزوجة مسؤولة طب ليه أنا أأخر طرف عن طرف هما الاتنين طالما إن المدة تعدت الست شهور يعني أنا بقى لي ست شهور ومحصلش حمل يبقى أوتوماتيك الزوجة هتروح للدكتور النسا والزوج يروح للدكتور أمراض زكورة مع تحليل سالمانو والدكتور زكورة هياخد قرار آه هو عنده مشكلة أو معنده مشكلة عنده مشكلة يشخصه ويعالجه معنده مشكلة هقول له خلاص أفلنا الملف بتاعه أنت المشكلة هتبقى عند الزوجة وأنت يعني خلاص يعني امشي في هذا الاتجاه يعني تمام طيب دكتور سريعا حارك قلت دوالي الخصيطين جراحة لازم طب إمتى أدوية إمتى حقن هرموني سريعا كده لو نعرف الحل يعني العلاج العلاج حسب السبب يعني أنا يعني دلوقتي إيه الدوالي علاجها جراح جراح تمام الخلل الاختلالات الهرمونية علاجها أدوية عمر ما الاختلالات الهرمونية لا أحب علاجها حاجة تانية غير كده ده بالنسبة للباستثناء لو هو عنده ورم والورم ده يطلع ملوض النخامية نعرف ده قصة طويلة يعني ودي على فكرة ما هياش ما هياش زي ما احنا متخيلينها كتير لا 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 بالعكس ده يعني نسبة حدوثها بسيطة جدا 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 فالكلام ده مش مهم ده بالنسبة ديت في مثلا لو هو عنده إنسداد جوزي في قناة القسف ده هعالجه بمنظار يعني مش مش هيبقى فيه جرح يعني اه صحيح المنظار احنا بنعتبره تدخل جراحي لكن اه صدوان ما فيش جرح لو هو عنده التهاباتي هاخد علاج يبقى اذا النهاردة ممكن جدا فيه حاجات ملهاش حل منذ البداية غير وسائل حمل ومساعدة زي مثلا مريض ما عندهوش حبل منه وخالص في الحالة دي انا ما عنديش اي وسيلة في العالم ان انا اقدر اخليه الست بتاعته تنجيب غير ان انا اخذ حيوانات منوان مرخصية واعمل حق المجهري يبقى اذا هنا النهاردة العلاج مبني على تحديد السبب يبقى انا هشخص المريض صح هعالجه صح مش هشخص المريض يبقى الموضوع هيبقى مجرد شوية تجارب هيبقى شوية تجارب هتستنزف المريض ماديا ومعنويا ومعنويا اهم من ماديا وفوق ده وده انا بحرق في عمر الست اللي هو خطرة الانجاب فيه محدود يعني انا عايز اقول توابع الموضوع ده سيئة للغاية انا بشكر حراك شكرا جزيلا يا دكتور على الكابسولة الجميلة اللي حراكت ديتهن النهاردة الدكتور خالد سالم استاذ جراحة الزكورة والعقم بمركز مصر للذكورة شكرا لك يا فاندم وشكرا لكم مشاهدين ايضا واحنا دايما معاكم في العيادة على قناة الحياة خليكم لو سمحتوا دايما معنا اهلا بحضراتكم مشاهدين في فقرة جديدة من العيادة فقرة نتكلم فيها عن العوامل الاساسية في الحماية من بعض الابراض واللي ممكن تظهر مع تقدم العمر او كبر السن وبالتالي طبعا الامراض دي مختلفة وكتيرة وعديدة لكن بنخص النهاردة مشاكل وامراض العظام والمفاصل سواء كانت هشاشة خشونة التهبات مفاصل وغيرهم من اشكال كتيرة ممكن تحصلين خاصة في فترات البرد الاهتمام والحفاظ على صحة المفاصل والعظام والانتباه دايما لوجود اي مشكلة وعلاجها عشان كده النهاردة نتعرف مع حضراتكم ازاي نقدر نحافظ على المفاصل وكمان سلامة وصحة العظام مع ضيفي المنورني النهاردة في العيادة دكتور احمد رأفت اقصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والمستشار الطبي للشركة باكس فارما اهلا بيكي دكتور اهلا بيكي دكتور نورنا بنورك الله خليكي مشاكل العظام واللي دي تبعات كثيرة وكثيرة جدا خاصة طبعا بجسمنا يعني مع تقدم العمر معروف جدا او مع قلة الحركة او مشاكل الخشون او ما الى ذلك الناس اللي عندها مشاكل بشكل عام في صحة جسمها او مفاصل جسمها عايزين نهاردة نوجه كده رسالة عامة قد ايه المشاكل دي بتكون خطر خاصة مع تقدم العمر طيب مبدأين كده حشان نشرح الموضوع اكتر والناس تبقى فهمة اكتر الجوينت نفسه او المفصل نفسه بيتكون من عضمتين عضمة فوق وعضمة تحت وحواليهم بيكون الكابسول اللي بتحافز على المفصل وبتحافز على السائل اللي جوه جوه المفصل نفسه ده اللي بيعمل اللي بيحرك الدني فالمشكلة اللي احنا بنواجهها دايما من الاول خالص ان احنا بنبقى تعبنين او بنمعلش رياضة بنحاول قدر الان كان ان احنا وبنشغلش عضلاتنا بشكل كافي تبدأ العضلات اللي فوق اللي هي شايلة المفصل بعيدة عن بعضه تبقى ضعيفة فبالتالي يحصل او ان احنا بنستخدمه كتير فايا كان الشكل اللي احنا بنستخدمه فيه يبدأ يتآكل فبالتالي يبدأ يحصل ان خلاص الغضروف نفسه تآكل فالعضم اللي بدأ يحتاج ببعضه فبالتالي ده بيعمل مشاكل ان بيحصل التهابات جمدة جدا بيبدأ يحصل ورم في المفصل نفسه بابدأ بابقى مش قادر اتحرك فبالتالي انا بريح اكتر فالعضلة بترتاح اكتر فالموضوع يزيد معايا تدريجي وابدأ لقيه يتكون نتوء في العضم نفسه بعد كده فيبقى خلاص الموضوع دايما مؤلم مفيش فيه اي حال ده خلاص حصل في العضمة خلاص من كتر التكرار والوير ان تير اللي بيحصل فبدأ التتآكل خلاص العضمة وبدأت خلاص تحتاج دايما ببعضها فدايما عمنا للالتهاب وبقدرش اتحرك دي المرحلة اللي بنسميها الخشونة وهي دي اللي بتحتاج لما نوصل للمرحلة دي ان احنا نباير مفصل انما اللي قبل كده كله بيتعالج وبنلحق نعالجه سواء بالعلاج الطبيعي او بالادوية او بحاجات اخرى تانية كتير كويس جدا نبدأ كده مع حضرتك في البداية بالعداد الخطئة يعني عادات يومية بنعملها بشكل تلقائي والعداد دي ممكن تكون لها اثار سلبية في منطقة الخطورة على صحة الجسم زي اللي قاعدة مثلا الفترات طويلة جدا ساعات طويلة القاعدة كمان المكتبية اللي بيبقى فيها انحناء بشكل ما يعني للظهر السواء كتير حاجات كتير بنعملها بشكل تلقائي قديل يدي لها خطورة على الجسم خاصة الناس اللي بتقعد فترات طويلة جدا بيتمارسها هو زي ما حريك قلت كده هي اول حاجة بنعملها غلط دايما اي حاجة لفترة طويلة سواء انا قاعد فترة طويلة او واقف فترة طويلة في الحالتين احنا الغضروف مش بيتغزة لان الغضروف اصطلا عشان يتغزة من الجسم داخلي بيعتمد على الكمبريشن والديكمبريشن ان انا لما حط عليه لود وفق اللود بيبدأ هو يطلب الغزة من الدم او من الجسم فيبدأ يوصل له ان ما تلما هو ثابت في وضعية ثابتة فترة طويلة جدا هو مش بيطلب غزة ومش بيتحرك فالدورة دمامة مش توصل له كفاءة فبالتالي اول لما اجي تحرك بعد فترة طويلة من السبات بلاقي نفسي موجوعة ومشكلة دايما احنا بننصح ان كل ساعة الواحد يغير وضعه حوالي عشر دقائق سواء كان قاعد يوم يوقف او لو وقف يعط تاني حاجة بنعملها برضو كتير غلط ان احنا بنطلع السلالم كتير وممكناش اصلا بنقوي عضلاتنا يعني احنا استهلاكنا الرجلينا بيبقى ضخمة جدا سواء ماشي او سلم او سواءة حركات كتير تاني بنعملها في حياتنا بنستغلي فيها مفصل الرجبة مثلا والانكل في الحالتين احنا مش بنعملهم رياضة او مش بنقويهم ايه ده لأ دي معلومة جديدة دي دايما معروف العكس بمعنى اطلع السلم كتير حاول تمارس اي حاجة فيها مهامات يومية علشان تمشي جسمك ورجلك ومفصلة تمام ده كلام منطقي بس لما كنا عضلاتي شيلاني انما لما كنا عضلاتي اصلا ضعيفة او اصلا العضلة الخلفية شدة فمقربة المفصل فانا كل الحركة دي استهلاك مش ان انا بزبط بها حاجة اه بضغط عليها بشكل خاطر بالزبط كده انما انا ما احنا نقويها صح ونستغل السلم كتدريب اه هو ممكن نستغله كتدريب بس التدريب او التمرين دايما لازم يكون له وقت محدد بشكل ثابت يوميا بعمله بنفس الطريقة اي انا اطلع السلم عشر سلال بس يبقى انا كل يوم اطلع عشر سلال بس لحد ما حس ان انا ما بقيتش اعملهم بتعب او بارهاك ومفيش اي مشكلة ببدأ ازود انما انا ما بقاش بطلع مثلا ثلاثة دوار وقولوا سانة بعمل تمرين وهي مرة في اليوم او مرة كل اسبوع ده بالعكس ده استهلاك لمفصلي اكتر من انا بفيده كويس جدا طيب اه زي ما بيقولوا كده الحركة بركة مهمة قوي ان احنا ناخد ده بشكل عملي ده حقيق لان مش هينفع ان انا ابتدي يعني من ناحية ان انا اضبط جسمي مثلا داعت وتزبيت مكملات غذائية لانها مهمة جدا في مراحل الماء وكمان رياضة هي منظومة متجملة طيب نبدأ بايه علشان خاطر ما نوصلش المرحلة ان يبقى فيه الام في جسمنا او مشاكل في جسمنا قلة الحركة اكيد عليها عامل كبير تمام احنا اتفقنا الحركة خلاص مهمة والرياضة مهمة تاني حاجة مهمة جدا الماء الماء جزء مهم جدا من جسمنا لازم يكون جسمنا دايما بياخد ماء كفاية جدا عشان يكون عنده الليونة والدورة الدمائية الناشطة اللي تقدر تغطي احتياجاتي واهم حاجة بقى كده الغذاء بقى ان انا اغذي نفسي كويس طبية احنا الغذاء اليومين دون مبقاش 100% كامل بقى فيه حاجات كتير متدخلة معاه واحنا نفسنا بقى دولات الحياة السرعة وكده بقنا ناكل بسرعة بقنا ناكل فاستفود اكتر نحاول ناكل اي ساندويتش وننزل مبقناش ناخد النيوترينت او الحاجات المهمة زي الفيتامينز والمينرالز ناخدها من الاكل لان بطلنا ناكل صلة او فاكها والكلام ده كله فبقنا حاليا معتمدين اكتر على المكملات الغذائية هي دي الاساس دلوقتي اللي بنبني بيه او ناخد بيه احتياجاتنا اللي هنخزن بيها احتياج الجسم عشان يبدأ ينتج الحاجة اللي بتتاكل عندي كويس قوي طيب ايه ممكن نعمله للمفاصل علشان تحيي المفاصل لو حد عنده مشاكل اصلا او حتى كوقاية ان ما وصلش المرحلة ان انا ابقى عندي مشاكل في المفاصل اول حاجة احنا قلنا المكملات الغذائية دي مهمة جدا فبيكس فارما عملت حاجة اسمها جوينت بيكس ده مخصص مكمل غذائي مخصوص للمفاصل وده بيكون من خمس عناصر اساسية بيكون من الهيلورونيك اسد وهو ده السائل اللي موجود جوه المفصل اصلا فده بيديله زيادة عشان خاطر دايما بيحصل فيه انه ممكن يخرج برا المفصل شوية فكرة انا اسمع ترقع فده دليل ان السائل ده بدأ يقل شوية عندي فبعناني بيكون فراغ هوا فبيطلع على هيئة صوت فدايما المكملات فيها هيلورونيك اسد ذات للمفاصل فيها مادتين تانيين اللي هما جلوكوزامين وكوندروتين دي المواد اللي هي بتبني اصلا الغضروف اللي الجسم طبيعي بيفرزها داخليا عشان يبني بها الغضروف اللي بدأ يتأكل فانا لما ادهاله من برا يبدأ يخزن اكتر فيبقى طبيع انا لما استهلك اكتر هلاقي مخزون عندي ان انا يقدر ابني به اسرع من الاول لان برضو مع تقدم السن الحاجات دي بتقل في انتاجها من الجسم طبعا فطبيعي انا محتاج حاجة خارجية الديني ده والاكل طبعا مش هي الديني ده اخر مادتين اللي هما حتى لو الانسان ملتزم جدا ما هو مستحيل يلتزم جدا يوميا بياخد نفس كمية الاكل اللي ياخد بها العناصر كافية لجسمه طبيعي انا ممكن نهار ده كالت حاجة هيتكافي الجوينت لكن بكرة مش تبقى محتاجة للعظم فطبيعي انا كل يوم محتاجة اخد العناصر دي لجسمي كتوتل فمش هلاقيها في كل الاكلات او مش هاكل كل الاكلات دي فيه واحد طبعا لازم هوزعها صحية فعشان كده هي المكملات الغذائية بتديني كل العناصر مرة واحدة دي دي الميزة اللي فيها يعني فبالتالي احنا قلنا بقى اخر مادتين اللي هما البرومالين دي اللي هي مادة مستخلصة من الاناناس ودي مضادة للالتهابات فده اللي بيبقى عنده مشاكل الالم او الرجبة ملتهبة او المفصل دايما بيلتهب وفيه ورمة بتقضي عليه خالص والمادة الاخيرة اللي هي الجنجر اللي هو الجنزبيل وده بيبقى موجود عشان مسكن طبيعي للالم ده ربنا خلقه لنا كده في الطبيعة فحنا حطناه عشان يقلل الالم خالص فبالتالي الجونت بيكس بينفع كوقاية لو انا ما عنديش الام اصلا فهو هيديني المخزون الاستراتيجي بتاعي اللي انا ما يحتاجه عشان ابني به المفصل ولو انا عندي اصلا مشكلة وعندي خشونة فبالتالي المادتين التانيين هيساعدوا ان هما يقللوا الالم والالتهابات ونبدر نبني المفصل يعني ممكن يكون يعني في حالة الخشونة لوصلنا للمراحل المتأخرة يجيب معاها نتيجة يجيب نتيجة بس لازم معاها برضو عليك طبيعي عشان نهاية العضلات دي نزبطها لان طبعا احنا لو خدنا المكملات بس بدون رياضة مش هتبقى برضو هي الافكتف مياه في المائزة وحالك قلت هي منظومة متكملة على بعض نعمل كله مع بعض هناخد احسن نتيجة اكتر ناس بتعاني من المشاكل حياتك بتقوله هما الاصحاب الوزن الثقيل يعني بيعانوا من مشاكل الرجبة ومشاكل في الام المفاصل وكده حضرتك ممكن توجيههم ازاي يعني يعملوا ايه مع العلاج ده مثلا طيب هما بدأين بالنسبة للوزن احنا لازم طبعا نقلل الوزن لان كل كيلو بينزل على الرجبة زيادة بيبقى اربعة كيلو زيادة على الرجبة يعني بمعنى انا لو زيت كيلو ففي اربعة كيلو نازلين زيادة على الرجبة لو زيت اتنين بقوا تمانية فبالتالي اللود اكبر بكتير فالعضلة مش تقدر تشيله زي ما اتفقنا بيحصل الكمبريشن على المفصل وهو ده اللي بيعمل المشكلة بسرعة جدا بالزيادة مع زيادة الوزن فطبعا اهم حاجة انهم لازم يحصل انقاص للوزن باي شكل طبعا اللي ماشينا على نظام غذائي بلاش نتجه للحاجات اللي هي الاكستريم قوي في الدايت لان برضو مش صحية وبتضرب حاجات تانية فاحنا اللي عايزينه ان احنا نستمر على ضاية مناسب كيلو في الاسبوع كفاية كل كيلو هينزله هيبدأ يحس فرق رهيب جدا صحيح بس فهي دي النقطة كلها يعني معروف طبيا وعلميا ان فيتامين دال هو من الاسباب الرئيسية لألام العظام وكمان زيادة الوزن وهمدان في الجسم بشكل عام مهمة احنا نتكلم مع داع يعني مع داع على موضوع فيتامين دال خاصة احنا بنقول ان فيه الام مرتبطة فاكيد فيه مثلا خلل ما فيتامين دال في الجسم تمام هو احنا زي ما احنا قلنا جوين بيكس ده معمول موجه للجوينت بيكس فارما برضو عملت منتاجين تانيين اللي هو سيدي زيت بيكس ده اللي هو كالسيوم سيتريت طبعا الكالسيوم مهمة للعظم فاحنا معمول مخصوص عشان يدي الجسم الكالسيوم اللي ما يحتاجه عشان يبني به العظم لان احنا يوميا بيحصل ان العظم بيكس تأكل وبيبني من جديد كل يوم طبعا مع مرور السن ده ازاي ده هي دي ربنا خلقنانا العظم دايما الخلايا فيها اللي هي بتبقى بقى لها كتير بتتاكل وبتطلع خلايا جديدة يعني زي احياء للخلايا الميت عشان تفضل العظم قوية اللي بيحصل بقى مع مرور السن ان التأكل بيبقى اسرع فعشان كده بنوصل لمرحلة الهشاشة أسرع مش أقطع أسرع بكتير التأكل أكتر من البناء فعشان كده يدع العظمة تباني ان هي بقى كده فيها هشاشة وده بيحصل أكتر عند السايدات دايما عشان خطر الحمل والولادة والكلام ده فبياخد من الكالسيوم بتاع عظمه عشان يدي البيبي فديه أزمة تانية فالسيدي زيت بكس هو معمول أصلا كالسيوم موجه للعظ عشان يدبني تمام وهو كالسيوم ستريت مش كالسيوم كاربونات آمن جدا على المعدة مفقوش أي ألام خالص بيتاخد ما بيعملش غسيان مريح جدا ومفقوش أي مشكلة ومن هناك كلمة عن الكالسيوم فلازم بقى نقول فيتامين دي لأن أساسا فيتامين دي هو السبب الرئيسي اللي بيخلي الكالسيوم يرتبط بالعظم لو مش موجود مش هيحصل ارتباط الكالسيوم بالعظم أصلا والجسم هيتخلص منه ده مهم جدا فكرة احنا مستفدناش لما اخدت كالسيوم بدون فيتامين دي وحاليا احنا فيه أبحاث جديدة عتعملت قاية لأن 90% من المصدرين عندهم نقص فيتامين دي دي مشكلة رهيبة جدا عندنا مانا احنا الشمس عندنا مش محدش بيعط فيها في الوقت المناسب ومحدش بيستفيد منها بالشكل المناسب لأنه احنا كلنا مننزل شغل الصبح بس الجلد هو مصدر الرئيسي لفيتامين دي فبالتالي لازم اكون معرض جزء كبير من جلدي عشان يمتص اكبر كمية مش مقنى ان انا ايدي بيني فانا كده انتصت فيتامين دي كفاية الجسمي ومن غير حاجز ازاز تقريبا من غير حاجز ومن غير اللبس ولازم يكون في مواعيد مثلا من 6 الصبح العشرة او من 3 الخمسة انما اللي في النص مالوش اي فايدة بالعكس ده هم يعني أكثر من الافادة يعني فطبعا ما بنرحقش احنا ده كله فبالتالي معظمنا اصلا في مصر محتاجين ان نكمل ده بفيتامين دي مكمل الجزائي واللي بيجينا بقى احساس بالهمدان والتكسير ده ده هو بيوصل اكتئاب لو لو نقص بشكل ضخم بيوصل البناده من هو عنده اكتئاب يعني هو مؤثر جدا في النفسية وزي ما حالك قلت كان بيؤدي الى تخر بيؤدي الى ارهاق دائم دائما بيحس ان انا تعبان من اقل مجهود ممكن اقول منهم اصلا تعبان فده من احد الادلة ان الفيتامين دي في نقص جميل جدا فبالتالي بنحتاج مكملات غزائية الفيتامين دي عشان نحل المشاكل دي وفي نفس الوقت زي ما قلنا عشان الكالسيوم يرتبط بالعضب دي اهميته مهمة جدا للكالسيوم من غيره مش هيحصل ارتباط تماما كويس جدا طب ده نبتدي ناخده يا دكتور كوقاية مثلا من عمر ايه عشان ما وصلش لمرحلة دي ان انا يبقى عندي مثلا مع تقدم العمر الام رهيبة يبقى لازم يبقى ليع طرق تانية من العلاك هو احنا بنقول اصلا الوقاية دايما خيرهم من العلاك فدايما احنا بنحاول نقول ان الشباب في سن 16 ل 18 بيكونوا خلاص بدأوا يبقوا راضيين وبدأ يكون عندهم اكتيفيتيز كبيرة جدا وجسمهم نمى تماما فممكن نبدأ ناخده من هذا السن عشان نحافظ على جسمينا دايما في المخزون الاستراتيجي اللي هنستهلكه بعد كده ما يوصلش لمرحلة نواء يوصل لخشونة حاليا اصلا الشباب معظمهم ما بقوش رياضيين اساسا وبقوا كلهم بيعودوا على البلايستيشن او الموبايل او اي ان كان تابلت فقاعدين معظم اليوم فبالتالي هم ضعاف فاحنا بنحاول دلاتي نلحق انهم ما يوصلوش لسن التلاتين ويبقوا خلاص حسوا انهم بقوا عواجيز لازم يبقى فيه مجموعة من الفيتامينز بشكل يومي للشخص يعني بداية من سن قد ايه هم احنا بنتفقه من سن 16 يبدأ ياخدها بناءا ان هو خلاص جسمه نمى وطبيعي هو ما بقاش ياخد احتياجاته من الغزاء لان هو بقى له شخصية وبيقول لا ومش هاكل وهيعمل فبالتالي الحاجات دي مهمة عشان يحافظ على جسمه للمستقبل هو مش هيحصل له حاجة دلوقت بس حفاظا عليه في المستقبل ممكن يبدأ من 16 سنة ياخد مكملة الغزائية لا خالص مالاش اي تأثير مالاش اضرار مالاش اي حاجة لا هي كلها مواد طبيعية كلها مواد الجسم بينتجها احنا بس بنزود المغزون اكتر عشان يكون عندنا بزيادة طيب مجموعة ألب مالتي فيت ألب مالتي فيت من العناصر الغذائية او المكملات الغذائية اللي بتدي صحة للجسم وبتدي له طاقة في بداية اليوم مردو نتكلم عنها بشكل سريع ده اخر منتج اللي بكس فارما اللي هو ألب مالتي فيت ده بقى بقيت الفيتامينز كلها اللي الجسم بيحتاجها بس دي الجسم كله ان جنرال زي الفيتامين بي ده موجود الأعصاب والحاجات تانية كتير هو أرس واحد بس فيه مجموعة كتير في كل المجموعة الزنك المجنيزيوم البوتاسيوم كل حاجات ما محتاجها العضلات والجسم ككل عشان يكون فيه طاقة ونشاط ويكون فيه تركيز أعلى بكتير تمام متوفر بقى فين علشان الناس ايه تبقى متابعة معهم موجود الأرقام على الشاشة هيتواصلوا معهم هيتم التواصل معهم في فريق طبي هيشرح لهم كل التفاصيل ويشوف احتاجاتهم ايه ويبدأ يوجههم للمكان المناسب اللي قدر يجبوا منه المنطق تمام أشكرك جدا يا دكتور نوارتين النهاردة في العيادة شكرا جزيلا دكتور أحمد رقفة أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والمستشار الطبي لشركة تاكس فارما شكرا جزيلا شكرا جزيلا كل شك لحضراتكم مشاهدين على المتابعة للعيادة النهاردة دايما معاكم إن شاء الله بكل جديد موسيقى